ودناكم دائما مشاهدين هنبدأ حلقتنا بأبرز الأخبار اللي قاعدة تمر وخصوصا بنشوفها على السوشال ميديا بداية مع الأميرة ريمة بنتفندر اللي تقول توقفوا عن الاحتفاء بأول سيدة حيث أكدت الأميرة ريمة خلال كلمتها في قمة مجموعة الأعمال عن بعد في البيتونتي أن الاحتفاء بأول سيدة تنتج شيئا ما يجب أن يتوقف ويتم الاهتمام بالاحتفاء بالنساء اللواتي مضينا قدما بالأجندة وشددت على أن المجموعة هي من تخلق الاستثناء وليس الأفراد ووزير السياحة أعلن عن خمسة مشاريع جديدة قريبا حيث كشفت وزارة السياحة أو وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب عن مشاريع سياحية جديدة بالمملكة مدعومة من صندوق الاستثمار السياحي سيتم الإعلان عنها قريبا وأكد الخطيب أن الوزارة تهدف لرفع نسبة السياح في المملكة إلى 100 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030 بعد أن كانت في عام 2019 نحو 40 مليون سائح ولأول مرة مستشفى الملك فيصل يشخص التوحد بتقنية الذكاء الاصطناعي حيث بدأ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال مختبر السلوك البشري تشخيص حالات طيف التوحد بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال دقائق مع تقدم خدمات وتقديم خدمات علاج سلوكي باستخدام الواقع الافتراضي وذلك لاعتمادها على بيانات حقيقية مأخوذة من الأطل وجميع الفحوص تكون آنيا دون أي تدخل بشري والغذاء والدواء غرامة 5 ملايين ريال لمن يعلن عن منتج تجميل مخالف حيث أوضحت الهيئة أن كل من يقوم بالإعلان عن منتج تجميل غير مدرج أو مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان سيعاقب بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال وشددت الهيئة على أنها تقوم برصد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة إنجاز عالمي جديد مطار الملك خالد الدولي يحصل على شهادة الاعتماد الصحي حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم إنجاز عالمي جديد يضاف لقائمة الإنجازات الذي يتمثل في حصوله على شهادة الاعتماد الصحي الممنوحة من قبل مجلس المطارات ACI الدولي كتاب كثاني مطار في الشرق الأوسط يحصل على هذا الاعتماد وذلك من خلال التقييم والتدابير وإجراءات صحية جديدة تتم تطبيقها أثناء جائحة كورونا للتأكد من صحة وسلامة كافة العاملين والمسافرين عبر مطار العاصمة والزعاق هذه الأيام هي أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس حيث أوضح الفلكي دكتور خالد الزعاق أن هذه الأيام هي أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس وتستمر حتى دخول المربعينية أي بعد 35 يوما مبينا أن أول المربعينية في 3 ديسمبر أمانة جدة تضيء ميادين جدة باللون الوردي ضمن مشاركة أمانة جدة في حملة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الطدي بالتعاون مع الشؤون الصحية في جدة وشخصيات من عالم الأساطير تحولت للتماثيل مبهرة نحتها بإتقان الفنان المصري عبد الرحمن جمال مستخدماً الطين الأسواني وأفاد الباحث لليوم السابع أنه عرض أعماله في إطار رسالته الماجستير في جامعة عين شمس تحت عنوان الخيال الجامع في فن النحت المعاصر كاركتان اليوم هيكل الفنان مفرح الزادي بعنوان الالتزامات وإلى تويتر مشاهدينا مع الفنان عبد الفتاح القريني اللي أعلن عن انطلاق أغنيته الجديدة اللي يدعم فيها مريضات سرطان الثدي عبر تغريدة كتب فيها من أجل كل سيدة عظيمة تحارب مرض سرطان الثدي أدعمكم وأهديكم هذه الأغنية اشتركوا في القناة شكرا على هذه المبادرة من الفنان عبد الفتاح القريني خلونا نتقل الانستجرام مع الفنانة ميريون فارس اللي فاجأت متابعيها بآخر بوس بعد ولادتها لابنها الثاني واللي أطلقت عليه اسم ديم وكتبت فيها صحيح أنك جيت على الحياة بأصعب بيئة أو خلينا نقول بأصعب سنة بس رح تكون رح أكون أخب مخبيتك وأكيد هذا الخبر أو خلينا نقول هذا البوس اللي هي نشرته فاجأة كثير من جمهورها خصوصا أنها ما أحنا نتعلم لها أبدا وإلى اليوتيوب مع فنان من الهند يرسم بالرمل بطريقة احترافية موسيقى 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 مجاهدين كانت هذه هي أخبارنا لليوم أكيد في تفاصيل أكثر في حلقتنا لا تنسوا مشاركتنا عبر هاشتاغ برنامي سيدتي موسيقى موسيقى